بزمان بزمان منذ الأغل قبل أن يكون هناك حب أو غزل عندما كنا في قبضة الغيب لم نزل كان آدم وحوى في جنة عدن حيث نعي وشباه ليس له مدن التقطت حوى التفاحة وبتلعتها الوضاحة وعيون السحر اللماحة قالت يا أدم بصراحة قالت يا أدم بصراحة تعدمني لو ما أكلتش يا أدم تلك التفاحة فأكلها أكلها التهمة لم يبقي شيئا منها فانفجر كقمبلة زرية وامتلأ العالم زرية وبعد ما كان آدم واحد بقى كل شعوب البشرية اتفاجئت لما شفت دي أنا شفتها طبعا قبل حضراتكم يعني أنا وزملائي تحديدا مع زميدي العزيز عبدالله صابري اتفاجئت لأن أنا عمري ما شفتها قبل كده بس عايزة أقولك على حاجة يعني ركز جدا 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 في أداء الراحل يونس شلبي للي انت شفته دلوقتي ده وركز فيه مش بس الأداء الإلقاء الإحساس بمعنى الكلام اللغة العربية ومنطقها السليم ومخرج كل حرف التشكيل السليم علشان ده يونس شلبي ولازم تبقى فاهم أنه الله يرحمه يا رب يونس شلبي أكبر في موهبته بكتير من اللي انت شفته والعهدة في ذلك على راويا حيا في الحالة دي أنا بناء على حوار دار بيني وأنا عيل زغير كنت عندي 23-24 سنة مع الراحل العظيم سعد أردش وهو كان واحد من أساتذة الراحل العظيم أيضا يونس شلبي وقال لي بالضبط كده قال لي يونس ده حتة موهبة أكبر بكتير أكبر بكتير من اللي انتو بتشوفوه قدامكم